موسيقى الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عقوبة إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً ومرحبا بكل السادة المتصلين والمشاهدين وأهلاً ومرحبا بكل السيدات المتصلات والمشاهدات وأرقامنا موجودة أسفل الشاشة ومعنا أول اتصال من أختنا سعاد من الجزائر العاصمة مرحباً مرحباً بك شيخ السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلاً ومرحباً بك يا سعاد لباس بخير في عافية والله نحمد ربي يا شوخ الله ياتك الخير مرحباً مرحباً يا سعاد مرحباً أسعدك الله مرحباً الله يسلمك هاي شوك أجماعين مرحباً مرحباً كنت نمتجة من قبل الأب التاعي اللي يرحمه اللي يرحمه شواله مرحباً كنت في مكان وهذا كل مكان في كي دخلت زعمة رقيت عندي الأخت التاعي الكبيرة كانت هو شغل شته مشيان شغل مريض كانت توكل فيه شغل هي توكل فيه توكل فيه تم نم مربي لمتو ويعني اختصرت لك المنم على اختصرته لك وزيت نمت لنا محد آخر عندي نسيبت نعم ماتت في المنم مبعد وشعر زعمة يطيب وهذه 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 بعد قاتل كنت نحوس عليك مسبحاً نحوس عليك قلت نسلم عن هذا الغاشي يقعيتي وبعد قلت لهذا وكنا نحاوذي نقول نجي عندك عندها مدى مني باتت عندها ماتت رمضان تالعامل يفت هذي نسيبتك هذه في رمضان تالعامل يفت نسيبتنا يعني خدت مابلسر نسيبتنا يعني خدت منتخوية اه يعني اختصرت لك المنم اختصرت عملك اختصرت عملك وياليوم اوش انو انو ما عندي وليد أختي هذا في فرنسا عزم يطلق فيها فرد غاهم بعد قلت له سبعين ألف وبعد قلت له هذي يمكنني أعطي له مئة ألف هذي يمكنني مئة ألف نحن أعطيها له هذي أم لا يعني يعني ورقاتها مئة ألف اه معلو جبت له سبعين وبعد قلت لها في مينيتي قلت لانا انا نعطي له مئة ألف ما عاوط رجحت ذلك العشرين قلت نعطي له مئة ألف وخلاص. فشنا طيله زمن السبعين. شغل جاتني حشمت. قولي لي وهذه نسيبت المرة هذه لي ما تربيه الحماء. جيت تحوس عليك. ما ما قد خواله. بقات لي ويلو زمن عدو يطيب وعدو هاكايا. وبعد قات لي زمن حتن سلم زمن شغل عدو عيباد معا. وتنسلم مش تضعي فاكا. وتنسلم بعد قات لي وراك زمن يحوس عليك. زمن شغل التي يمعادك الغاشيق وتعدو كان لحب تنجي عندك. ووجا كلم دي يخطي. فانا زمن ولي عندك. ووجا كان كان يبان بالمليح ولا مريضة. عالانا شغل مريضة شغل ضعيفة. مش يا نرقيقة. شغل إنسانان ينعتها في الحياة. كأنها مريضة. اي مريضة شغل وقتها شغل ضعيفة. شغل عمرك سعاد الله يبارك. أنا في عمرك عندك ذراري. عندي واحد. الله يحفظه لك يا رب. آمين إن شاء الله مع أولادك. وبابك عنده مليمات بزاف. هذا عنده قريب تخلف العامة. تخلفه. وشته مسكين كأنه مريض ومش يعني. وختي توكل فيه. هذا اللي لمشخطاته ويوقف عليك توكله. وختي كانت قريبة بزاف البابك. آه كانت قريبة منه. كبير عليك ذي. آه كبير علي أختي. لأن الرؤية أظهرت أنها كانت قريبة لي بزفزف. آه آه. صح شيخ. الله يبارك فيك. أختي سعاد. نعم شيخ. أبقي معنا وستسمعي الجواب ومرحبا بك. شكرا شكرا. العفو. شكرا. العفو. العفو. خيرا تلقينه وشرا تتوقينه. هذه الرؤى الثلاثة صحت وصدقت. فالأب التاعك رحمه الله. ره تعبان. ما نرى محتاج إلى من يمده بيد المساعدة. كيف؟ ما نرى محتاج تكثرون له أو تكثرون له من الاستغفار والترحم والدعاء. وكما رك انت رأي رك يا ربات بيت. إن شاء الله بامتياز. فالدار. أحكم المصحف. القرآن. وقرأي ما تيسار لما تكملي. قال اللهم يا رب. ألجعل الثواب هذه القراءة لوالدي. تصله ويفرح بها. ويستأنس بها. وتصله حسنات جديدة. وكتكوني في سجد الصلاة. أدعي له وترحمي عليه واستغفرينه. لما تكملي. أرفع يديك. أدعي ما شئتي من دعاء الدنيا والآخرة. ثم أقول اللهم ارحم والدي. اللهم اغفر له. اللهم ارحمه. اللهم اتجاوز عنه. إلى آخره. ومن حين لآخره. إن قادرت طبعا. واستطعت زوري قبره. ولكن الزيارة تكون وفق ضوابط شرعية. إذن بابا كرام احتاج يا أختي. وأختك هذه جزاها الله خيرا. الرؤية أظهرتها أنها كانت قريبة منه. ولا زالت لحد الآن تتذكره بالدعاء والاستغفار. بدليك أن تكون فيه. معنا رهي تسعته في الصداقات. رهي تسعته بالقراءة القرآن. والتهديهال. رهي تتذكره بالدعاء. وأتمنى من جميع أحفاده وأولاده وقرابته ألا ينسوه باستغفاراتهم وترحماتهم ودعواتهم. وأيضا حتى المرأة هذه كنسيبتكم. هذه كرب يلحمها ويستعليها. يعني قلت لي شفتها كأنها مريضة. إذا الميت كنشوفوه في شحويج. إما منحة أو منشمنها. إذا شفناها باهي وفرحان ويضحك أو يبتسم ولبسم ليه أو صغير. هذا دليل على أنه في حالة جيدة. أما إذا كشفنا الميت علي رحمة الله. معنى وجههم الشيان وعابوس ويبان بالليم الشي فرحان ويبان المريض. هذه تفسيرها واضحة. معنىها موش مرتاح. معنىها راحة حاجة ماسة إلى الدعاء والاستغفار والصدقاء وقراءة قرآن عليه إلى آخره. فبابا كثروا لهم الدعاء إن شاء الله. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يفتهى عليه. أخوك ذاتي تلودراهم مليح. ولدخوك هذا أعطيته للدراهم. معناها الدراهم كي تعطيهم حي الأممية المليح. ولهذا أنت يا حي أعطيته الحي مليح. ولدخوك هذا ولدخوك هذا محتاج إلى مساعدة تقدر تكون حسية ومعنوية. وننصحك التصل بها وستسعيلها واشراه. لعل في الاتصال اتخذ منه مساعدة وجزاك الله وعننا كل خير. والرؤية جيدة والله أعلم. أهلاً أختي هاجر. أهلاً سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا إبنة مدينة الورود؟ الله يسلمك. سلني تحية لك ولأسرتك ولكم السكان مدينة الورود. الله يخليك. الله يسلمك. أمين مرحباً بيكي مرحباً. الله يسلمك. في حقيقة عندي حلم اللعاية والمنام قديمي كنت حال نحكيه ونفيته. نعم يا إشكاف الله. نحكي لك المنام اللي نم بزار هاد ليامات بزاف. خارج إن شاء الله. اي حنا عندي عندي عام هكا كزواج. ونم بزاف وحد المرأة توقف لي في المنام. علو. أنا أسمعك. قلت لك توقف لي وحد المرأة في المنام. دايماً تحب تقاديني ودين مرأة نعرفها. يعني من الموحي تتاعي ودايماً تحب تقاديني. ودايماً تخرج لي وتحبيها تقتني يتفرق بيني وبين زوجي. ومبعض كشغل كتولي تهضر معي ومبعض كتولي تسكن تولي نسكونا. ومبعض كشغل كي يطلع شغلها يعني هاي دورو نعرفها بلي تسكنت. عندما بدأ نزغل نقرأ في القرآن ونحوز فيها نحوز فيها. عبالك النض مفجوعة وتتخرج لي بزاف. وهذه العلاقة التي تعت معها وطيدة مليحة ولا مش مليحة؟ نعم. علاقة كي بيها بالواقع؟ آآ في الواقع ما على بلي بلي ما تحبنيش وآذتني بزاف هذه المرأة. آذتني بزاف البيباري. نعم. وتوقف لي على ذلك في المنان تخرج لي دايماً. عندي شبرت يومين من اللي نمتنمتها عندي في بيتي. وفتنتم بابا كتراجل كترعي عندي في البيت. وتقاذي فيي ومبعد تكولي ومبعض كتضربتها ضربتها ضربتها ضربتها. ونبقى ونعرفها كي تقولي كشغلت دايماً جلياً تحب تآذيني. ومعدتي كي بكل تمدى بزمعها رادولي وقتلوا كيفاش رأي في البيت وما قلت ويلو. ربي تيدها في السمو تبعي في ربي وفرحانة فرحانة كريني مدى وسماعها. مرة ثانية كشفتنة الناس وحبت تقتل فاميلتي وقتلها خلاص قتلها قتليني ما تآذيش فاميلتي. ومعدتي سكنت وحد المرأة وقاتلي قاتلي ما تتهناش حتى كتموتينتي. مرة كبيرة او صغيرة؟ مرة كبيرة. وانت شعر في عمركتي هاجر؟ انا ثلاثة وثلاثين. عندك ذراري ولا ما زال عندك عم زوجتي؟ في الطريقة ان شاء الله دي عمركي حامل. الله يسر يا رب الله يسر. الله مامين. الله يسر. هذي هذي تجيك لدارة ما تجيكش؟ تجيني لدارة. يعني وكي تجي لدارة هذيك الناركة ما يوقع في الدارة ما يقعو أولو. ما يبقى غالو بسح ساعتين عندك ونا مع رجلي نولوه نولي من من خلصي ما يخلصي وما وكي من المنامة تخرج لي بزاس حاجك الزرمومية نعلي تخرج لي ذيك الزرمومية هي ويخرج لي ثلاثة زرمومية نعلي يخرج لي في المنامة ويقول لي ما رايحة تخلابيتي وصحت تخلابيتي فدق لي. نهار توجي زرمومية المنامة ذك النار يقعو ما شكل. كي تخرج لي هذيك الزرمومية في المنامة ويقول لي ما رايحة تخلابيتي وصحت تخلابيتي وش هم مضحك للتلاق. وهي دائما تقف لي في المنامة يعني تقف لي. في الواقع في الواقع كش ما حلفت فيك في الواقع ولا ما حلفتش فيك. حلفت فيها في الواقع. ماذا قلت لك؟ حلفت فيها في الواقع وحلفت فيها وقاتلي بلي محسب على زوجي قاتلي بلي محسب مات شغل قاتلي بديتي ونعود نرجعه. يعني آدتني بزاف. وهي كش ما عندها ابنت لها كش ما عندها رجال ولا ما عندهاش. عندها. وما كانش حابة تديك لولادها. لا 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 لا. لا حول ولا قوتها. وما آدتني بزاف ربي داري تبيه لغلم الأحافي. وما تخدشت منعها من دار من الزيارة. ما كاش كا كيفاش. من قربتك من قربتك ولا قربت الزوج. مقربته هو. آآ صح صح. وتبيه لغلم لي حماما عند الناس بيين لي بلي تحبني وتبيين لي من صح على بالي بلي. على ذلك تبيه لغلي قاكلي بلي ما تبيينت لي في وجيه بلي تكرهني وفي وجيه بلي كنت تقعد الدنيا الآخرة ما تبحش. كبيرة هذي عجوزة هذية. آآ مشي كبيرة بزاف. وانت رقيته ولا مرقيتش لمدة هذية. نعم. روحتي عند راقي ولا مرحتيش. أما نجبت راقي رقينا مرة وماذا تشعود باللاقي حدك الراقي. إلى يومنا هذا ورقع وشفني لمشي مليحة وحاني أسراء أمورات وذانت بلي باي شفني بلي مش مليحة ومعاوتش فلقع. كل مرة حاجة كل مرة عطلة كل مرة كل مرة كل مرة أنا النفس مرقيتش. أنت عاملة وما كثرة في البيت. آآ عاملة. عاملة. وزوجك عاملة بس. آآ عاملة هوتان. آآ يا مارس. أختي هاجر أبقي معنا وستسمعي الجواب ومرحبا بك. مرحبا. من شاء الله. لا يسلمك بسحة. الله يمارك بك. آمين. خيرا تلقيناه وشرا تتوقيناه. هاتاني الرؤيتان صحتا وصدقتا. فما أقول لأختي على أي حال العين عندكم. العين عندكم أو ما يسمى بلهجتنا نحن الجزائريين التابعة. والتابعة هي العين والعين هي التابعة. فأرقي على العين أما الشعوذة والسحر وهذه المرآة ما أنصح به أختي هاجر أن تهجري وسابس الشيطان. فقد تكون هذه المرآة مؤذية وقد تكون بريئة. على أي حال إنسان لا يتهم ولا يبرئ ما عليه إلا أن يحتاط الإنسان لدينه وحياته. ومزاقا لقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال ادرأوا الحدود بالشبهات. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور متشابهات. فمن اتقى الشبهات فقد معناها الإنسان اللي لا اتقع واتق الشبهات. هل الإنسان هذا أراه في الدين الصحيح اللي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام. ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. معناها الإنسان كي نمسأل فيها الشبهة بعد عليها لأن الشبهة أراه فيها إثم علىها نندره محل شبهة. كما قال عليه الصلاة والسلام الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور المنتشابهات. فمن اتقى الشبهات معناها ترك الشبهات هجر الشبهات تجاوز الشبهات وابتعد عنها. هل الإنسان رقاب في دينه ما شاء الله. أنت هذه الشبهة موجرد ممكن ما تفهم مشكلة بالزواج أو سؤتفاهم. الشيطان عليه العائل الله يجي في النوم وسورك هي ويهيلك أسباب حتى أنت تتأكد دخولي الصحة كش ميدلي هذه. وممكن رأي المرأة بريئة من يدري ممكن رأي يجيك الأذى من جهة أخرى. الإنسان لا. الإنسان إما أن يتيقن ويتثبت. واربي قال في سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا يغتب بعضكم بعضا حتى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة وتصبحوا على ما فعلتم نادمين لعلي أنا أتهم إنسانا ما أرى مكتوب في عداد من يزور فردوس من يدري ولهذا إنسان إما أن يتيقن وإما أن يطرح الشك ولهذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأن يخطئ القاضي في العفو خير الله من أن يخطئ في الحكم القاضي يقول براء أحيانا تكون منها أضمن يقول فلان السجن ولهذا لأن يخطئ القاضي في الحكم خير الله لأن يخطئ القاضي في العفو خير لهم من أن يخطئ في الحكم ولهذا الرسول قال عليه الصلاة والسلام أدرأوا الحدود بالشبهات ولهذا هذه أنا أرىها شبهة أولها أنت داعي هذه الشبهة وقل يا رب كل إسرهي أذيفية فوق الأرض وأنت تعلم الغيبة وأنا لا أعلم الغيب اللهم يا رب يحفظي من شراء لخلقك إنسهم وجنهم اللهم يا رب كل من دبار لي تدبيره فاجعل اللهم تدبيره في تدميره اللهم احفظني من جميع شراء خلقك إنسهم وجنهم بدون أن تذكرني اسمه عن طريق الشبهة إلا إذا تأكدت مية بالمية هذاك حاجة ثانية أما قاضي شبهات فلا نبني أحكاما وننزلها جزافا بسبب فقط شبهة أو شبهات أو شبهتين ولهذا أيضا كذلك عليك بأخذ الحيطة والحذر عليك يا أختي هادر من أخذ الحيطة والحذر وأودون منتي على الأفكار لاستغفار الدعاء صلت في أختيها زيارة الأقارب وكوني حاكمة في تصرفاتك يدي صلة البقرة في الدار ما أنا اسمع الأنشد إسلامية وهذه المرة إذا زارتكم لا تتاهميها ولا تبرئها معنى أخذ الحيطة والحذر أعرف كيف يشتعامل معها وحاولي تشوف إذا شفتها بريئة استغفرين لها أزوج الله وعاملها معاملات المسلمة مسلمة إذا شفتها بالإنسان الشينة تكلم مع زوجك بكل صراحة وطلاقة إذا ما عارتش كيف يشتكلم معها ولا أخفتي أهدري مع أي أمه وكل بابك يتكلم معاه قال يديها وشكا 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 وقال عسو شوف هذا إذا تأكدت من ذلك وزيدنا وذرقهم من ليل ودعي الله عز وجل أن يحفظك ويحفظ الأمة الجزائرية ونسأل الله أن يحفظك ويرزقك ذرية صالحة وأن يكون حملك هذا ميسورا سهلا وولادة سهلا وربنا يحفظنا وإياك آمين آمين والله أعلم ومعنا فاصل ونواصل أبقوا معنا وسنعود وشكرا رأيت حلما؟ انتبك القلق بشأنه تريد تفسير رؤياك؟ اتصل بنا على بر السلوى وصفاء الضميرة 3802 أو على 3801 أو اتصل على 3800 ها نحن عدنا والعود أحمد ومعنا الأخت ماليكة من الجزائر العاصمة مرحبا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف الحمد لله وانت كيف حالك يا ماليكة؟ الحمد لله الحمد لله في نعمة الحمد لله يجعلها النعمة دائمة ويحفظها من الزوال آمين لا كيوة لأسرتك ولكل العاصمين وكل أمة الجزائرية يا الممن إن شاء الله آمين آمين يا رب آمين أهلا بيكي أهلا أهلا عندي مننا هذه بكة خلعتني شوية ماشي إن شاء الله برد المصرحين آمين نمت باللي كنت راقدة كنا في الليل كنت راقدة ونسمع ونسمع هدرا يقولوا آم يرمو في المار آم يرمو في المار ونط هكذاك نطي أنا ما زالني في المنا نمت نط لقيت شفت بنتي كانت قاعدة في الفراش وتخضر للباب خضر للباب شغل الباب هذه تخرج لس حينة خضر في الباب وفيها سجاج بفوق تحت طب ومفوق تجاج كانت مرهة من اللور كانت مرهة من مور هذك الباب كانت خضر فيها بنتي ما كانer خفت على بنتي مثل نطني الجريف تحت الباب كانت هذه المرهة وانا نشغل بها ثم نخضر فيها وأكونت سترميلي سترميلي في الصحور سترميلي في الصحور وأنا خفت ظنُ نخضر فيها ونقره في القرآن فأتى لم يسل نطه Bunun واخد لليس صحور Avoid وتضربها رفتي ديبش نضربها ونضحك دك ماذا عمل بنتك انتي ثنون سنين ونتي الله يبارك أنا ستو ثلاثين سنو ما شاء الله ولا أخواته عندي قرد طفل أهدع عندي طفل عشر سنين ثالث الله يبارك ما شاء الله الله يبارك فيهم يا رب أمين أختي مالك عاملة أو ما كده في البيت لا لا قاعدة في داربك ما كده في البيت أرقيته ولا لا لا سي أرقيت دي جابت قالوا لي ما كان حتى هاجا وين أرقيته أنا في العاصمة العاصمة والراقي كان ما شاء الله متمكن ولا لا لا الحمد لله بالقرآن وكلش والمحنة بتاعك موجود ما قاعد قاعدها إلا بذوقها وتي قاعدك هيا الزوجية ملاحظة مالك مطلقة عندي ربع سنين الله أكبر مطلقة الحمد لله الحمد لله ما حاولوش يصلحوا بميناتكم سين لي حاولوا بش ما كاش نتيجة من جهته هو من جهته هو نا إله إلا الله وحمد رسول الله الحمد لله الحمد لله وانت لقيت سهر في الدر المصفتيش لا لا ملقيتش لا لا عمركم ما لقيته سهر ملقيت ديجال عنده كيكوت لعنده هو جبرق يعني بسحقال له لا لا ما كان حتى حاجة وجبتانك في در بابة وقال لي ما كان ينواله يعني كان طالق عادي كان طالق عادي عاود زوجه لا ما عاود لا لا ما عاود ان شاء الله يا رب يهديه ويعود يرجع ان شاء الله يا رب هايذا ان شاء الله ان شاء الله إذن أختي ماليك يبقى معنا وستسمعي الجواب ومرحبا بك مرحبا لا يصنع الله يبارك فيك خيرا تلقيناه وشرا تتوقيناه هذه الرؤية إن صحت وصدقت ليس فيها ما يخيف أو يزعجو أو يجعلك تربيكين معناها تخافي لا وكل ما في الأمر إنها هذه المرأة اللي كانت ترمي في الماء وتشكيتي فيها سعر هي هي جنية كما نقول احنا هنا في العاصمة يعني يعطولها واحد الأسماوات يقولك الجهامة إلى آخري فهذه كما تجهامة أو لا فهي هي التعريف الشرعي وفي تعريف الشريعة التسلمي هذوك جنون وإحنا ساعدنا إحنا نطلع فرصة إحنا نطلع فرصة باش يأذيونا علاش إحنا واحد نهار طول يدور ويلحق الرقاد يعطيها برقدا وكان أحيانا نسكنة معهم الشهادة ما يشاهدش يرقود على الموسيقى ولا على التليفزيون رايشوف كاش فيلم وليه إحنا يرقود يقول كما ذا بي يرقود على التليفزيون هو هي الأفضل ترقود على الشهادتين أفضل ولهذا لما أنصحك به أختي واضبي على أدب النوم وأذكار النوم ودري المسح هكذا دري يدي قدام فمك وقرأي صورة الناس صورة الفلق صورة الإخلاص واتفلي ثلاث هكذا ثلاث مرات وامسحي من رأسك حتى أصابع رجل أصابع رجليك الكل يوم حتى تكوني طاهرة أو غير طاهرة دري أنت وأولادك كلكم معنيون بهذه السنة النبوية المطهرة وفي النهار الحمد لله ما دام الراقي في بيت زوجك سابقا وبيت أهلك حاليا قالوا لك ما عندك أهل الحمد لله يا رب هذا شيء طبيعي الإنسان هو رقض حتى يجي الجن يتضربك يأفسار يتحب يطعيطه وما تقدرش طعيطه وما يسمعك هذه أي واحد هنا معرض لها لكن لما نتسلح بالأذكار والوضوء ونكونوا نباتوا على طهارة ونجيبوا أدب النوم ودعية عن النوم وندروا المسح هكذا الشيطان ما يقدرش يمسك وما يقدرش يأذيك بإذن الله عز وجل العلا لأنك أراك درتي سياج درتي الوقاية درتي الرقية وين يمسي تحرك هذه الرقية درتيها على روحك تولي لهوانار وين يمسي تحرك إذن أنت يا رقم مطلوب منك وأولادك المداومة على الأذكار والاستغفار وصورة بقرة في الدار وأسأل الله أن نرجع إليك زوجك سالم غالما في أقرب وقت اللهم آمن 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 والله أعلم أهلا بأختي فيزا أهلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا فيزا لا بس الحمد لله من خير في عافية الحمد لله أنتما والله يبارك فيك الحمد لله كيف العاصمة العاصمة يعني تحية لك ولأسراتك ولكل العاصميين بالاستثناء الله يستمعك ومرحبا بأختي فيزا مرحبا الله يستمعك آمن الشيخ قبل رمضان بسمعنا ما تتماني الله يرحمه الله يرحمه وستعليها يا رب الله يرحمه وفير رمضان نامها أخويا الصغير قال لك كنا كنا في بيضار كبيرة كشغل قصر شابة وكنا أنا والوالد والوالدة وهو أنا وياه والفارن وماني وجوقت للسطور وكنا نفضر وصحية ما كان نشتاكل معانا ومبعد الدار عندي أنا وقتلي يا ابن ثاني بعتلك 1300 حسانة هاي لقاتك نعم جدا قال كايدا جدا قاتلي لي أنا يا قاتلي بعتلك 1300 حسانة إن شاء الله هذا ما كان بعد نظر هذي كانت متت نعم كانت متت أخوك هذا شحف يا عمرو صغير ولا كبير 19 19 سنة يعني لما شافها غير كما غير كما متت مر الوفاة شافها كان عندها واحد دس أمان ولا قتلي قتلي في قصر كبير آه قالنا قلنا دا كبيرة شابة شغل تبكر أقدامي شابة كبيرة ما شاء الله وجه كي باش كان وجه في المنام نعم وجه في المنام كانت بالمليحة ولا كانت بالمليحة كانت لا لقلنا كما كانت في الدنيا كانت باهي الله يبارك آه الله يبارك وثم في الواقع عندك بليت ساكن أو لا نعم ثم في الواقع يعني 190 190 عن صاد أحمد الله وفي المنام شكرا وفي المنام شكرا كبير الله يبارك كثير من داركم كثير آه ما شاء الله ما شاء الله وانتي شهادة أمرك واختي الله يبارك 24 ما كش مخطوبة أو لا 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 الله يبارك ما شاء الله ما شاء الله كنت قريبة بزاف لجدك بزافة تقريبة لها لأن من الرؤية أظهرت أنك كنت قريبة منها بزاف وتحبها وتأثرت بوفاتها بزافة الله يرحم أن يسألها أيراضي عليك جدك الله أيراضي عليك إن شاء الله هذه بوش لا لك ولا لا إذن اختي اختي فائزة أنا أسأل الله أن تكوني فائزة في الدارين أهل يا رب أبقي معنا وستسمع الجواب ومرحبا بيختي فائزة مرحبا خيرا تلقيناه وشرا تتوقيناه هذه الرؤية تبين حالة جدتك أنها في وضعية جيدة وأنها بإذن الله عز وجل في نعيم لأن هذه المصطلحات بهذه الكيفية تدل على حالة الميت في قبره أنه في حالة جيدة هل تطمئننا على أن فلانا أراه ما شاء الله لأن هذه رب اسمها في القرآن الكريم لهم البشرة في الحياة الدنيا وشي هي البشرة هي الرؤية الصادقة كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة موضحا هذه الآية لهم البشرة في الحياة الدنيا هي الرؤية الصادقة الرؤية الصالحة وهذه الرؤية صالحة أحيانا تبين لنا أشياء نجهلها هي من الغيب لكن ربنا تبارك وتعالى يطلعنا عن بعض الأشياء الغيبية عن طريق الرؤية يعني إنسان رقض يشوف باباه يشوف يماه يشوف يعني يقول لما يفسرها كما حدث ليسو عليه السلام ويعقوب وكما حدث للنبي عليه السلام أشياء رأىها في المنام وواقعت وحصلت بل وهناك أشياء اكتشفت عن طريق الرؤية وهناك بعض الأسئلة الامتحانية يعني رأىها أصحابها في الرؤية ليلة الامتحان يعني يقعد يراجع وحصل في الأسئلة بعض التامنين ما قدرش يحلهم لكن لما رح نام شاف هذه الأسئلة وشاف الامتحانات وغضو مذكرة على القسم هذه الأسئلة هي التي ترحت بالذات وجواب كما الشاب وكما القاعد وهذه إن شاء الله إذا وفق ربي عزيزينا نقول من حين لآخر كلما تتاح للفرصة أذكر حالتين من هذا الرؤى ومن هذه الاكتشافات التي حدثت عن طريق الرؤية نسأل الله أن يبارك لنا في هذا الوقت حتى نستفيد ونفيد إن شاء الله تبارك وتعالى أمتنا الإسلامية الجزائرية وغيرها إذن نقول لك أختي جدك هي راضية عليك وما تتوى عنك راضية بدل يعطيك 1300 حسنة معناها راه يراضية عليك وما دام جدك راضية عليك وعطيك دعوة خير معناها إن شاء الله رأك في طريق مستقيم وما تتوى عنك وما تتوى عنك مليح لا يراضية عليك وما تتوى عنك مليح لا يراضية عليك ما نام تدل على حياة هذه أآمنة مطمئنة إن شاء الله وتبارك وتعالى والرؤية جيدة أختي فايزا والله أعلم أهلا بأختي مريم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك أختي مريم لابا في الحمد لله الخير في عافية لابا في الحمد لله الله ياتك الخير وعافية مرحبا بك مرحبا بك الله يسلمك شيخ أمين أمين نقول رأيتاي نعم نعم أنا نامت من أخت تاعي نعم 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 يح قاتلي وش وش شفتي مور لموت نعم أنا قلت لها وش فقالني يا ربي كامل جاور تصحيح حد لله يا ربي آه عم بعد قاتلي هبطي راسك عن عن أنتي يا ربي سبحانو هبطي راسك في الأرض وج بد أنا أحب أطفح أم بعد ربي يتحكم سبحانه ما شاء الله هذه هي الملمعة هذه هي حال في عمرك مريم أنا عندي 33 سنة عندك ذلال أو ما عندك عندي ركي أم عامله عندما كده في البيت لا لا صده في البيت عامله في البيت لا في البيت وعلى الله يبارك ما شاء الله يبارك فيك قولي لأختي كنت تعاني من بعض المشاكل أنعم ما عانيت من المشاكل وتعبتك صح أو لا أنعم ولكن الآن ما لاحظتش بديتي تريحي الحمد لله أنعم سوا سوا أنعم وي ما شاء الله ما شاء الله أختك هذه أكبر منك يم أصغر كبير عني علاقتك بها طيبة الحمد لله وش هاد الرؤية هذه أختي مريم في شهر شعبا ما شاء الله ما شاء الله حيزو جيم لها الحمد لله يا ربي الله يجعلها نعمة دائمة أمين أمين أختي مريم ألقي معنا وستسمع الجواب ومرحبا بك مرحبا شكرا العفو خيرا تلقيناه وشرا تتوقيناه هذه الرؤية إن صحت وصدقت تبين أنك مررت بمتاعب ومشاكل وقلاقل وبلاء وبلاءات وامتحانات ولكنك صبرتي واحتسبتي وفوتتي أمرك لله ولم تفشلي فالله تبارك وتعالى امتحانك ثم فتح عليك مزاقا لقوله تعالى ألف لامين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين وربنا قال أيضا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسنوا عملا وربنا قال أحسبتم يعني في آية حديث الله تبارك وتعالى قال في آيات يعني كثيرة الله تبارك وتعالى بينا وقال أبا حسبتم أن ما خلقناكم عبثا رب لم يخلقنا هكذا عبثا الله خلقنا لأجل امتحان الدنيا كلها امتحان والدنيا دار عمل والآخرة دار جزام يعني وربنا قال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين وربنا يمتحننا بخمسة أشياء في هذه الحياة الدنيا وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ يعني والأنفس إلى آخر هذه الأشياء الله تبارك وتعالى يبتلين بها لكن احنا وش نديروا نديروا حاجة النبي عليه السلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى لما إنسان يمتحن في ماله ونفسه وأهله ويصبر ويمتثي لأوامر الله عز وجل يتلقى هدية من الله عز وجل وهي إن الله مع الصابرين الهدية الثانية إنما يوفى الصابر هنا أجرهم بغير الحساب لهذا أقول لأختي مريم عليك بالأذكار والاستغفار والدعاء وأنسحك بقراءة عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين للإمام بن قيم الجوزية رحمه الله هذا كتاب عظيم أنسحك بهذا الكتاب أو مدارج السالكين فيما يتعبد به لرب العالمين مدارج السالكين أرى كتاب عظيم وأسأل الله أن يفته عليك فتحات لا حصر لها والله أعلم أهلا بوقتنا أمين من قسنطينا السلام عليكم يا شيخ وعليكم السلام ورحمة الله ورحمة الله أمين علينا وعليك وعلى كل سكان قسنطينا الله أمين يا رب أمين يا رب الله يعطيك العافية أمينة لينا وليكم إن شاء الله يا رب أمين لجب ومرأة تانية على الجب الثاني ونشوف المنام هذك هي المرأة الأولى نتاعه ومعها أطفال نشوف عندها طفل ساعة أثنين ساعة أربعة ويخطينيش هذا يسمى المنام هذا دي ما نشوفه شهر الأمر أختي أمينة ثلاثين سنة عنديك دراري وعندي ثلث أطفال العلاقة زوجية كيفها؟ أنا؟ أنا؟ العلاقة زوجية ملحة والله ساعة هك ساعة هك كين شوية عراقين؟ كاين كاين والله كاين زوجك ملتزم ولا لا؟ والله الله يباك ما شاء الله يعني هذا الزوج الأول تاعه؟ اي هذا هو الزوج كما يقوله الأول تاعه وانت يا راك مقلقة كي خايفة راه عنده ثانية؟ ما ليش خايفة والمشكلة أنا نحس راحي أنا الثانية شغوله هو مخبي عليا وانه ذكيك مقلقة ما حال في عمره زوجك؟ ما حال؟ ستة وأربعين سنة هو راك يحس روحك من أنت راكي الثانية ما شي اللولا؟ ما شي اللولا هيه لا لا أكي عامل أو ما كتها في البيت؟ أنا لحد الآن ما كتها في البيت ما كتها فيه هي في الحقيقة راكي عامل أنت ما الأطفال يا راك الله فيك ما شاء الله يا راك أكيد ذكية الله يبارك ذكية يا عيشك يا عيشك فيك الله يبارك فيك هل منها ما تكررت عليك؟ ما هي مرة ما هي زوج ما هي عشاء سوح سوح وتعود تولي ما عليش ختي مريم أبقي معنا وستسمعي الجواب ومرحبا بك جزاك الله جزاك الله جزاك الله خيرا عننا وعند الكافرة الأمة اللي هي تسمع لك إن شاء الله بارك الله بكم يا شيخ الله يعطيك العافية يا رب الله يعطيك العافية أمين 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 يا رب خيرا تلقيناه وشرا تتوقيناه ما أبشر به أختي أمينة أعلمي يا أمينة أتدري من أنت يا أمينة أنت تحملين اسما عظيما تحملين اسما يعني أوجد لنا والفضل لله ثم لعبد الله وآمنا هما من كان سببا في وجود هذا الحبيب الذي هو خير خلق الله أجمعينا وهو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجا من بطن أمينة إذن أمينة هذه رهي إنسان عظيمة بخلاف بعض الإخوة هدان الله نحن وإياهم يعني خلاص وكأنهم درسوا كل الشريعة ما قالهم غير عبد الله وأمينة يخلدهم في جهنم ويتكلموا عليهم ويضيعوا بعض الأوقات في حديث عنهما وأنهما باقيان في النار لا أمينة بنت وهب وعبد الله بن عبد المطلب هما من أهل الجنة وعندنا في هذا أدلة وعندنا أحاديث وفتوة الشيخ القراضاوي وكثير من العلماء أنهما من أهل الجنة إذن ما أقول لك يا أمينة اسمك عظيم جدا هذه رؤى الشيطانية أراد الشيطان أن يفزعك ويدخل لك الوساوس القهرية ويجعل لك مشاكل زوجية وآخرها لا يبشر بالخير فالتفت عن يسارك وقولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتفل عن يسارك ثلاثة وإذا توضأت وصليت ركعة نافلة أو قرأت القرآن فهذا أحسن وأحوط وأفضل أما هذا فهو من الشيطان وتأكد أنك الأولى والآخ الأخيرة لزوجك إن شاء الله ولن يزيد عليك أبدا لأنك ركي ما شاء الله وربنا يحفظك وإيانا والله أعلم أهلا ومرحبا أهلا ومرحبا أهلا وفيد الشيخ المتخص ما سأل نور كيف هالك أختي رشيدة والله أنا الأختي رتيبة 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 الملات الميلة ما شاء الله ما شاء الله الله يسلمك يا شيخ نعم أهلا جعل الله يباركT Naruto دعيت جديك الشيخ وطول عمرك إن شاء الله نعم الأخ�� وسلم عليهم ورب يحفظكم جميعا نعم الأخ neden are you Mishan نحكي. نحكي لك الرؤية. نعم. 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 فيت سيخنا اسمه رؤية تعيه وننت كأني هكذا نهضر معامرة. كأني قادة ننصح فيها. نقول لها رجعي لزوجين تائك. وبعد شفت كأنه الزوجين تعيي نادع لي يا عيطلي. كأنه جاب لي زوج أكياس كيسين. كأنه فيهم غطاء زوروا لمنشعة كأنه حيك ولا ولا زاورة. مهم زوج. ما شاء الله. ومبعد أعطاني قال لي جزتهم لك موك. ومبعد أعطاني ورقة ألف بينار. قال لي جزتهم لكم موك. مليا. ألو. نعم اسمعوك اسمعوك. سيد شيخ سمعت الرؤية. نعم نعم سمعتها نعم. مش حالف عمرك في رتيبة. رتيبة. شعر في عمرك الله يبارك. في عمر 39. عندك ذنري. عندي أربعة. الله يبارك. الله يبارك. الله يبارك. ينخطي رتيبة هذه المنمع. ها. هذه الرؤية تاعك هذه هي. هذه رؤية تاعي. مع العلم إنه ما متوفي. الله يرحمي وستعليها يا رب. شعن ده بزا من يماتك. شعن ده من يماتك. عندها ست سنين. ويماتك بعثت لك مئة ألف. أقعتني كأنه جابهم للزوج انتاعي وقال لي بعثتهم لك يماتك. زوج اتياس فيهم زور. ومئة ألف. وعطاني مئة ألف. يعني يماتك بعثت لك الزورات ومئة ألف. هي قال لي بعثتهم لك أمك. قل لي رتيبة إما كانت تحبك بزاف. كانت تحبني أكيد. نعم. وكانت العلاقة بك وبها طيبة. والله الحمد لله. وتأثرت بوفاتها. أكيد. والله ينشد الآن من ستاس. هذا يدل على طيبتكما. ويدل على علو مكانتكما لبعضكم البعض. ويدل على نيتكم الصادقة. إن شاء الله. الله يجزيك يا شيخ. أمين. الله يعطيك العافية أختي رتيبة. أمين يا ربي. تحية لك ولأسرتك جميعا. ولكم سكان ميلة بالاستثناء. أعيشك يا شيخ. أعيشك. وابقي معنا أختي رتيبة. وستسمع الجواب. ومرحبا بك. مرحبا. الله يعيشك. نبقى على اتصالك. نعم. نعم. أبقي معنا. أبقي معنا. خيرا تلقيناه. وشرا تتوقيناه. هذه الرؤية لأختنا رتيبة من ميلة. الرؤية تمدحك وتزكيك. هذا دليل على أنك إنسان مصلحة. وتحاولين الصلحة بين العباد. وتقربينهم لبعضهم البعض. هذه منقبة. وصفة. يحبها الله تبارك وتعالى. وجدت فيك من الفطرة. هذه واحدة. إذن ثانيا كذلك. كذلك. أمك ماتت وعنك راذية. ماتت وقد مناحتك دعوة الخير. يا رتيبة. ويمك. في المنام. تبع ذلك جسكوفرطات. ومئة ألف. يعني ورقة. هذا دليل على أنك مستورة. هذا دليل على أنك محفوظة. ومنصورة. وستعيشين حياة كلها. سعادة وهناء وطمانينة وعافية. وما أنصحك به لا تنسي الوالدة. إياك ونسيان الوالدة يا رتيبة. فطاعتك لأمك. لم تنتهي بدفنها. لا. لا زالت في رقباتك. لا زالت برك بوالدتك موجود. أبقى في اتصال مع صديقاتها. مع قرابتها. مع جيرانها. يعني ادعي لها. قرأ عليها القرآن. زوري قبرها. بأخلاقك. بطيباتك. الناس يقولوا يرحم كرش إجابتها. ويقولوا الله يرحم والدها. إذن بمعاملاتك. الناس يترحموا عليهم بك. لما تقي. إذن. الظاهر عنك إنك إنسان طيب والحمد لله. ومن ولدتك إنسان طيب وماتت وهي راضية عنك. فالآن ما عليك إلا أن تأخذ الرضا من الوالد. وبالدرجة الأولى من الله عز وجل أن يرضى علينا في الدارين. ورؤيتك يا سيدتي جيدة. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. يعني والله أعلم. وعندنا واحد دعاء صغير ندروه. واحد إنسان نرى غير كما مات. يسمه الحاج قدا. سليماني من بلدية ودائرة بقادير. معني هذا إنسان هذا. نسأل الله عز وجل أن يرحمه برحمته الواسعة. وأن يتغمده برحمته الواسعة. وأن يثبته عند سؤال الملكين. وهذا إنسان كان إنسان طيب والحمد لله. والناس بقادير طيرية.